ازدواجية الخطاب بن كيران ضد الزيادة ونقابته التعليمية تطالب بالمزيد في خارجة أقل ما يقال عنها بأنها محاولة لحفظ ماء الوجه والظهور بمظهر المدافع المنتظر والمنقد لميزانية الدولة في ظل إكراهات الواقع جلس فيها الآمن العام لحزب العدلة والتنمية عبداليلة بن كيران مخاطبا في الناس ومنددا بالزيادة التي أقرتها الحكومة في اجتماعها الأخير مع النقابات ومتعاهدا ومتوعدا بعدم إضافة ولو فلس واحد في جيوب رجال ونساء التعليم إن عاد به الزمن وتقلد منصب رئيس الحكومة قالها بن كيران بصوت عالي مسموع لو كنتم كان أخنوش الله منزد ريال موقف الراجل هذا الذي يندرج في إطار الاستهلاك الإعلامي حسب متهمين ومحللين لما بين السطور كشف عن ازدواجية في الخطاب ذي سرعان ما خرجت نقابة حزبه عن صمتها لتعلن رفضها لمخرجات اتفاق عشر دجمبر والذي وصفته بالشارد والمعاكس والبعيد كل البعد عن المطالب الحقيقية للشغيلة التعليمية وكأنها تتنصر من تسريحات الرجل لكن بن كيران يقول بأن الحكومة من أين لها المال حتى تدفعه لرجال التعليم